عرض درامي من الفضاء وصف أطلقه أحد العلماء حين شاهد عملية موت وتلاشي نجم عملاق في حدث هو الأول من نوعه إذ نجح علماء الفلك في جامعتين نورث وستن وكاليفورنيا الأمريكيتين من رصد عملية تلاشي النجم المسمى ثروس والمعروف بالعملاق الأحمر وهو نوع من النجوم الهائلة التي تدمر نفسها ذاتيا وتموت وتنهار لتتحول إلى كتلة مستعرة وفقا للدراسات فإن نجما ينفجر في كل ثانيات تقريبا في مكان ما من هذا الكون لكن رصد لحظة موت النجم ثروس هو الحدث الأول من نوعه بحسب العلماء فقد قام فريق الباحثين بمراقبة النجم الأحمر العملاق خلال الأيام المئة والثلاثين الأخيرة التي سبقت انفجاره وتبينت لهم مراحظات غير مسبوقة إذ تم اكتشاف إشعاع لامع يخرج من النجم العملاق في العام الأخير قبل انفجاره مما يشير إلى أن هذا النوع من النجوم يخضع لتغييرات كبيرة في بنيته الداخلية والتي تؤدي بعد ذلك إلى طرد مضطرب للغاز قبل الانهيار وهو ما رصدته الدراسة هو حدث تاريخي إذن لأن الاعتقاد السائد حسب العلماء قبل هذا الرصد هو أن النجوم العملاقة لا تقدم أي دليل على انفجاراتها الوشيكة ويقول القائمون على الدراسة إن هذا الاكتشاف يساهم في فهم ما تفعله النجوم الضخمة قبل لحظات من موتها والنجوم المصنفة على أنها عملاق أحمر عادة ما تكون كتلة يزيد حجمها عشرة أضعاف عن كتلة الشمس وهي الشديدة البرودة وتصل معدلات حرارة سطحها إلى نحو سبعة آلاف درجة فيهرنهايت دون الصفر وبعد هذا الكشف الجديد يمكن القول أنه لسنا فقط من نولد ونموت كل شيء تقريبا معنا في الكون يدخل في نفس الدائرة وإذا كان البشر ينظرون إلى الموت كعملية انتقال من حالة إلى أخرى فإن الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لنجوم ترجمة نانسي قنقر